السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بدأت قصتنا لما قرر يترك العمل من الوظيفة اللي كان يشتغل فيها واتجه باتجاه شغفه لحتى يكون رائد أعمال والهدف أن يحقق ثروة كان طول عمره يحلم فيها وبالفعل انطلق بمشروعه وعينه تنظر إلى النماذج التي قرأ عنها وسمع بها كل أمله أنه يكون واحد من هذه النماذج وخاصة أنه غادر وطنه وهو يبحث عن الأمان والاستقرار المالي والاجتماعي هذه المقدمة لقصص كثيرة من الشباب العربي في دول الاغتراب واللوجوء ولكن نهايتها حقيقة بتختلف باختلاف الظروف والأحوال والأشخاص فبين ناجح وحق قدرة على أن يثبت ذاته ومتعثر ينهض من جديد وآخر استسلم للفشل هذه القصص لحنحللها معكم من خلال هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم كاف اقتصادي نتناول فيها ما يجول في خاطركم من تساؤلات عن ريادة الأعمال وأسباب الفشل والنجاح ونصلط الضوء على مفهوم الاستقلال المالي والحرية المالية وكذلك لحن نتحدث عن التحديات التي تواجه الشباب في إطلاق مشاريعهم وذلك بحوار طيب مع رائد الأعمال الدكتور المقداد السلمي أهلا وسهلا بكم دكتور أهلا بكم الدكتور المقداد السلمي حاصل على الماجستير والدكتوراه في إدارة الأعمال أسس وامتلك العديد من الشركات في قطاعات مختلفة وحاليا يشغل منصب رئيس مجلس إدارة جمعية مصدري العقارات في تركيا كما أن لديه العديد من المؤلفات منها كتاب منظومة ريادة وتطوير الأعمال وكتاب هل الأب الغني غني حقا وهو مراجعة عملية للكتاب الشهير الأب الغني والأب الفقير وإضافة لذلك كتاب الاستثمار العقاري من الألف إلى الياء تركيا انوذجة وحقيقة هذه فرصة رائعة أن نلتقي مع الدكتور المقداد أهلا وسهلا بكم أهلا بكم أشكرك على استضافة وأيضا أشكرك في اقتصادي والله يوفقنا وياكم دكتور لو حبينا نبدأ حلقتنا اليوم بما هي ريادة الأعمال ما هو هذا المصطلح الذي شاع بين الناس وانطلق باتجاه الشباب طيب بالنسبة لريادة الأعمال هو يعني الأعمال بزنس يعني ريادة الأعمال هي أنه إضافة قيمة وتحويلها لمنظومة تستطيع من خلالها أنها يعني تحقق فائدة سواء منتج سواء خدمة سواء تكنولوجيا أهم ما في ريادة الأعمال واللي يعني يميزها عن غيرها من الأعمال أو من المنظومات التي هي مثل ما يسموها منظومات تقليدية أنه فيها فكرة فيها إبداع فيها قيمة مضافة تنبع من الأشخاص القائمين عليها لذلك هي يسمى رائد أعمال يعني لا أتكلم نحن ما نحكي هون عن الشيء النمطي في فكرة خلاقة في فكرة إبداعية نعم أكيد يعني رائد أعمال أو ريادة الأعمال تختلف اختلاف كبير جدا في عدة نقاط بينها وبين الأعمال التقليدية الأعمال التقليدية مثل يعني مكررة غالبا تجدها مكررة أما تسمى ريادة الأعمال أو رائد أعمال لأنه انطلق من فكرة جديدة من قيمة مضافة أضافها للسوق أو طور فكرة يعني فيها تحدي فيها مغامرة فيها مخاطرة يعني هذه كلها نستطيع أن نقول مثلا فلان رائد أعمال هذه منظومة يعني تتبع لريادة الأعمال جميل لأنه حقيقة اليوم عند الشباب أي شاب راح يشتغل عمل جديد انطلق فيه من الصفر فمباشرة يطلق عن نفسه رائد أعمال أو يطلق عن هذا المشروع أنه هذا مشروع ريادي فهون يأخذني إلى سؤال شو هي الخصائص المشاريع الريادية والفرق بينها وبين المشاريع النمطية أو حتى المشاريع الممكن الصغيرة أو المتوسطة يعني الفرق كثيرة حقيقة لكن هي الفرق الرئيسي يعني موضوع أنه ريادة المنظومات التقليدية تختلف عن المنظومات الريادية رقم واحد في آلية استخراج الأفكار آلية العمل يعني متابعتها للتكنولوجيا والنظام العام تكيفها مع البيئة المحيطة تجدد الأعمال يعني الآن كبرى الشركات التي هي شركات تقليدية تحصل فيه نظام صارم ما فيه بيئة تساهم أو تشجع على الإبداع على الإبتكار المخاطرة مستحيل ياخذوا مخاطرة عالية بعكس المشاريع الريادية يعني رقم واحد فيها هي المخاطرة رقم واحد فيها هي الإبتكار رقم واحد فيها التجديد رقم واحد فيها إضافة القيم المضافة بشكل دوري يعني غير المنظومات التقليدية بعض المنظومات تبدأ مثلا أو الشركات أو المؤسسات تبدأ ريادية ثم تتحول إلى منظومات تقليدية ونمطية نعم وهذا يعني هذا يحتاج له طبعا تطوير آه تمام لكن نحن اليوم لما بدي أطلق أنا مشروعي الريادي أو بدي أطلق مشروع يسميه ريادي لابد أني بالبداية أتعرف إيش معنا هذا الريادي وشو الخصائص اللي لازم تكون موجودة بهذا المشروع حتى بالفعل أطلق عليه مشروع ريادي فيه كيف يضع الخطة الخاصة فيه يتكلم عن مصادر التنويل مثلا سيكون مانا إن شاء الله بحلقات قادمة فهذه قضية التسمية ليست هي شيء اعتباطي أو أنا حابب أطلق مشروع مثلا محل معين فأنا أسمي هذا المحل أنه هذا مشروع ريادي فهو ما شيء فقط أنه أنا حابب أكون رائد أعمال يعني هو الموضوع بسيط جدا يعني القيام بالعمل لا يعني أنه هو ريادة الريادة معناها التقدم أو أنه يكون واحد صاحب فكرة صاحب متقدم على غيره هي هذه الريادة يعني في كثير من الرؤى أو الرسالة يقول لك أن نكون رواد رواد ما هي كلمة اعتباطية ممكن أي أحد يطلق على نفسه لكن الأساس في هذا هو الإبداع قيمة مضافة وأن يكون فعلا حقق شيء مفيد سواء للمجتمع سواء كمنتج جديد للسوق سواء للمستخدمين للعالم أجمع حقق قيمة مضافة إذن هذه النقطة الجوهرية هذه النقطة الجوهرية أنه رائد الأعمال دائما يكون عينه على مجتمعه أنه يساهم في حل يساهم في تقديم خدمة جديدة يعني يفكر في المجتمع ويفكر دائما بالنفع لا يفكر فقط بنفعه المادي يعني هذا فرق جوهري بينه وبين رجل الأعمال ممكن بعض الرجال الأعمال الكبار جدا في الأخير هموا الربح فقط لا ينظر لأي شيء آخر سوى الربح لكن رائد الأعمال لا بد أن ينظر إلى النفع لا بد أن ينظر إلى المجتمع لا بد أن ينظر لمن حوله لخلق فرص وظيفية جديدة لخلق مثل ما ذكرنا خلق منتج جديد يعني هذه هي محور ريادة الأعمال رائع رائع طيب دكتور ما الذي يميز رائد الأعمال يعني رائد الأعمال شو اللي يميزه عن غيره أنا بدي أعرف مجموعة من السمات اللي أنظرها قارن فيها بنفسي أنا هل أترى أنا رائد أعمال من خلال 1 2 3 ما هو ما الذي يميز رائد الأعمال يعني أهم الصفات اللي ممكن تميز رائد الأعمال رقم واحد هي المبادرة جميل يعني كثير جدا ألحظ من الشباب وأصدقائنا زملائنا فيه شخص مبادر فيه شخص غير مبادر الشخص المبادر هذا مؤهل جدا أن يكون رائد أعمال شاف مشكلة يسارع لحله شاف مثلا فرصة يسارع لاغتنامه بخلاف الشخص العادي يعني بالنسبة له الوضع إيزي على المقبل يعني ما يهمه مرتاح مرتاح وهذه هي يعني رقم واحد حتى يكون واحد رائد أعمال لازم يكون عنده مبادرة يعني دائما يخرج من منطقة الراحة جميل منطقة الراحة لا تخلي الواحد لا ريادي لا صاحب عمل خاص يعني في الأخير كل واحد يغير تاح وهذه الراحة أنه في الأخير حياته مستقرة بشكل معين وهو راضي عن هذا يعني في رضا من الداخل بعكس الريادي الشخص الريادي دائما يسعى إلى التطوير جميل قضية تحمل المسؤولية اليوم شباب أيضا قضية تحمل المسؤولية ومع موقعها في الريادي أكيد يعني لا يوجد رائد أعمال بدون مسؤولية رقم واحد يكون يعني عنده تحمل مسؤولية لأنه في الأخير ما هو شيء أنت تجيبه وتحطه وهذا كده أنا خلص صاحب عمل ريادي لا يعني طفل تنميه من الصغر يعني كل يوم كل ساعة كل دقيقة كل ثانية أنت المسؤول الأول والأخير مسؤول عن الفشل مسؤول عن الإصرار العزيمة يعني وقت إعطاء وقت جهد يعني تركيز هذه كله يعني إذا تجاهلنا ما صار الشخص رائد أعمال لا بد يكون عنده مبادرة لا بد يكون عنده إصرار لا بد يكون عنده عزيمة وصبر لا بد يكون عنده يعني ما يسمى بالحاسة السادسة الحاسة السادسة هذه عند رواد الأعمال تأتي بعد يعني بعد معترك بتيجي مثلا بعض رواد الأعمال أو يعني الناجحين بتيجي تقولوا والله هذا المشروع لا مشروع فاشل عنده قدرة على التنبؤ هذه هي الحاسة السادسة ما تأتي من فرق هي مو فطرية مو والله أنا عندي حاسة السادسة وفلال ما عنده حاسة السادسة؟ لا هي موهبة زائد يعني مداومة واغتنام الموهبة هذه وإعطاءها حقها وتعليمها أو تعليم يعني المفيد لهذه الموهبة وتنميتها أيضا يعني تشكيل تشكيل يعني خارطة ذهنية لعقلية رائد الأعمال أنه يجمع بين العلم المعرفة الخبرة العلاقة الفرص المحيطة يعني هذه كلها الثقافة البيئة يعني هذه كلها يعني رائد الأعمال يعني لابد عقله أن يكون يعني صحيح 24 ساعة جميل وخاصة قضية أنه تفضلته هلأ موضوع اكتساب أو أن يعطي بعد لموضوع التجربة والخبرة والوقت لحتى يستطيع بالفعل أنه يخرج بفكرة إبداعية بتفيد مجتمعه بتحقق منفعة معينة للسوق اللي هو داخل من خلاله أكيد اليوم بتشوف كثير من الشباب متجهين باتجاه ريادة الأعمال يلي عبي يعمل كورسات يلي عبي يحضر دورات أونلاين يلي عبي يقرأ كتب اتجاه هن باتجاه ريادة الأعمال شو اللي بيفسر قبال الشباب بنحو ريادة الأعمال مثل ما يعني قلنا موضوع تحقيق الشخصية رقم واحد تغيير نمط الحياة الوظيفة التقليدي بالإضافة إلى أنه أيضا الإعلام ساهم بشكل كبير في تحفيز لكن اليوم تحفيز بدون كيفية فقط تحصل واحد متحفز بدون أدوات بدون أدوات بدون معرفة بدون خبرة التحفيز تحفيز 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 طيب ثم ماذا هنا هنا المشكلة اللي يقع فيها كثير من الشباب خصوصا هنا في يعني بلاد غربة صحيح بلاد يعني جديدة على مجتمعنا أو شيء مثلا في تركيا نعم نعم فهنا دور الدورات هنا دور التوعية هنا دور الكتب هنا دور المعرفة هنا دور الاكتساب الخبرة جميل يعني كثير من الشباب مباشرة من التحفيز فجأة يبغى يعني يطلع نقول يقفز قفزة كبيرة جدا صحيح بدون الأساسيات والخطوات اللازمة لفعلا تحقيق هذا الهدف صحيح من الأشياء التي تشاع عن ريادة الأعمال أنها هي وسيلة للإستراء السريع وبالتالي مثل ما ذكرت هلأ أنه قضية أنه الوظيفة بالفعل لا تحقيق عائد صحيح عائد حقيقي يعطي هذا الشخص نوع من الاستقرار المالي فيسمع عن أنه ريادة الأعمال هي تعطي هذا الثراء السريع وبالتالي يتجه باتجاه هذه الصناعة هل ريادة الأعمال حقيقة تعطي تؤدي إلى ثراء سريع من خلال تجربتكم وخبرتكم يعني في مثل يقول أو مقول لا تقارن بداياتك بنهايات الآخرين اليوم التلفزيون أو وسائل التواصل الاجتماعي يتصور لك رائد الأعمال أنه نجح في ليلة وضحة في ليلة وضحة لا هناك عمل كبير جدا وفيه فرص كبيرة جدا وفيه حظ لكنه فيه استعداد يعني الحظ هو فرصة زائد استعداد فيه فرص يعني كل شخص فينا يوميا تمر على حياة فرص كبيرة فرص كثيرة جدا فرص لا تنتهي الفرص لا تنتهي لكن الفرق بين الشخص العادي والشخص اللي يعني قلنا يعني حب خلاص منطقة الراحة وانا خليني مثلا يرى الفرصة لا يطلع عليها غير مبادر غير مبادر نعم لكن الشخص اللي يسمى رائد أعمال هو الذي دائما مستعد دائما يبحث عن الفرصة يعني حتى يلتقطها جميل فاستعداد دائم متابعة دورية لتخصصه متابعة دورية للاحداث من حوله ثقافة عالية متابعة في التعليم متابعة في الدورات يعني هذا هو طريق غير كله كلام فاطل إذن هو شخص شغال على حاله هو فعليا يسعى للحرية المالية أو الاستقرار المالي وهذا يأخذني على نقطة ثانية هل تعتبر ريالة الأعمال أو تحقق ريالة الأعمال للشخص الحرية والاستقلال أو الاستقرار المالي حقيقة ولا لا في عندي مجموعة من النقاط اللابد أني أخذ بعين الاعتبار يعني هل ريالة الأعمال تعطينا هي الحرية المالية أو لا في التزامات طبعا هي الحرية المالية يعني يعني تنبع من الشخص من داخله من عاداته من سلوكه من اهتماماته من طبعا وظيفته من خبرته من تعليمه يعني الحرية المالية يعني أحيان رائد الأعمال أو صاحب العمل لا يكون حر ماليا يكون مكبل بالعكس يكون على التزامات كبيرة يعني مش شرط أي أحد صار عنده عمل هو حر ماليا. الحر ماليا هو الذي يعني متى يكون واحد حر ماليا هو أنه إذا نام في البيت ما يتأثر. جيبه ما يتأثر. إذا مرض لا قدر الله. إذا بطل عمل جيبه ما يتأثر. هذه هي الحرية المالية يعني غير مطالب أن هو يوميا يروح يشتغل ويشتغل 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 حتى يطلع راتب آخر الشهر. يعني هذه الحرية المالية أنه متى ما يشتغل متى ما يرتاح يرتاح. إذا وصل الشخص لهذه المرحلة وقتها نقول هذا والله في حرية مالية. لذلك مثل ما قلنا وذكرنا أنه في خطوات للوصول لهذه الحرية المالية نعم تأتي من ريادة الأعمال لكن ريادة الأعمال لا تأتي إلا من عمل دؤوب وخبرة وتعليم ومتابعة ومسؤولية وإحساس بالمسؤولية وإصرار وعزيمة مثل ما ذكرنا. بعض المشاريع لما وقفنا عليها وجدنا أنه بعد السنة الثانية أو الثالثة بدأت بالخسارة. لما تققنا أن أسباب هذه الخسارة وجدنا أنه صاحب هذا المشروع هو مشروع جديد ومشروع صغير ويتجه باتجاه ريادة لأنه عنده فكرة ريادية. لكن هذا الشخص لما وجد المال بين إيدي وشعر أنه صار حر ماليا أخذ الحرية باتجاه مشوه أنه صار يصرف كيف ما بده يطلع كيف ما بده يركب ما بده فما عنده يعني ضبط للمال فصار أنه أنا هذا مالي وأنا حر فيه. وهذا هي المشكلة أنه هدفه من الأساس يعني ما كان مضبوط. الهدف لا بد أن يكون سامي في ريادة الأعمال. الهدف السامي هو الاستمرار. أنه أنا مستحيل أقف. لا أحصل الفلوس الآن. لا أحصل الفلوس الآن. متى ما قال والله أكتفي يعني في الأخير مثل التعليم يعني. متى ما قال أنا والله أكتفيت أنا صرت عالم صار جاهل كذا. متى ما قال والله أنا أكتفيت ماليا وكتفيت من من العمل وخلص خليني أبيع مشروع. انتهى ما صار رائدة أعمال ما يسمى رائد أعمال ما تصير فكرته ريادية. يصير في انحدار. لذلك يجب أن يكون مطلع على كل جديد ومستمر وهدفه لا زال يعني يعني يتابع يتابع عمله. نعم جميل. إذا رحنا باتجاه اللي ذكرتو في النهاية موضوع الخبرة. أنه رائد العمل لا بدون يمتلك الخبرة ويمتلك يعني القدر المعرفة والمهارة. اليوم في عم نلاحظ موضوع الشباب لما يكونوا عم يشتغلوا موظفين في شركات باختلاف أنواعه. بتلاقي بيسمع ريادة الأعمال. فبيصير رجل لأدام ورجل لورا. اترك الشغل اترك الوظيفة باتجاه العمل. ولا لا خلنيني بالوظيفة لحتى اكتسب هذه الخبرة. ولا يسمع صديقه مماشرة يقول له يا أخي الوظيفة عبودية. ولكن انا طلعت وتحررت وطلعت وبلشت اشتغل لحالي وكذا. هل ترى أن الوظيفة عبودية بالمطلق؟ أم لا؟ في استثناءات توجيهك لا؟ للي يعيش تغلو بالوظائف حاليا؟ وللي بيرى أنه الوظيفة عبودية؟ يعني لا إلى اليمين ولا إلى اليسار. التوسط في كل شيء مطلوب. جميل. اليوم فيه عبارة عن يعني سلم. نحن حياتنا كلها عبارة عن سلم. إذا ما ما تخطيت الدرجة الأولى والثانية والثالثة مستحيل تصل للعاشرة. يعني ممكن تصل لكن بعدين. يعني ما في قفزة. مثل ما ذكرنا حتى قبل الحلقة أنه اليوم الشاب مباشرة. فجأة شاب رائد أعمال يبغي يصير مثله. طيب. هل أنت متعلم مثله؟ لا. هل أنت عندك خبرة مثله؟ لا. هل اشتغلت مثله؟ لا. هل تسهر الليل وتقرأ وتدرس مثله؟ لا. إذن أنا لابد أن أتبع الخطوات اللي اتبعها فلان حتى تجيني فرصة مختلفة. حتى ممكن أصير أفضل منه. لذلك أي شاب اليوم في الوظيفة. هو لا أو يبغي يصير رائد أعمال. أنا نصيحتي وتجربتي أنه يستمر بالوظيفة لكن لا يركن إلى الراحة. جميل. استمرار بالوظيفة لأنه في الأخير عصفور في اليد خير من عشر على الشجرة. تماما. لكن هذه الوظيفة يعتبرها ما هي مصدر مال. يعتبرها مصدر خبرة. يعتبرها مصدر تعلم. إذا كانت الوظيفة لا تضيف لخبرتك. لا تضيف لعلاقتك. لا تضيف لمعرفتك. لا تضيف لمعرفتك شيء جديد. تركها. نعم. حتى لو كانت تضيف لك ماليا. لأن في الأخير إذا يعني الراتب مهما على مباشرة الالتزامات تعلى مباشرة معه. مثل واحد يحقق الحرية المالية التي ذكرناها. إذا كان الدخل يغطي التزاماته هو زيادة. وقتها يستطيع مثلا يمتلك الأصول. وإذا امتلك الأصول يستطيع وقتها أنه ينام في البيت. جميل. إذا الانتقال من الوظيفة إلى العمل الحر. خليني يحتاج مراحل. يعني من الأشياء اللي لفتت نظري على أنه مؤسسي جوجل بدأ بقوا في وظيفتهم في جامعة ستانفورد الأمريكية مدة سنتين بعد إطلاقهم محرك البحث جوجل. لحتى وصلتهم عروض وتمويلات أمنوا خلالها على إطلاق المشروع واستمراريته. بعدها تفرغوا للعمل. فإذا الوظيفة ليست عبودية بالمطلق. يعني هذه كلمة عبودية عبودية القرن العشرين ذكرها دكتور طارق السويدان. طارق السويدان. يعني مصطلح خاطئ. يعني في الأخير لن يصبح الجميع رواد أعمال. لا بد تكون هناك وظائف. لكن متى تكون عبودية. يعني متى تكون عبودية إذا كانت ليس لها هدف. صحيح. ليس لها غاية. هي فقط لتحصيل الدخل وانتقل الواحد لمنطقة الراحة. فجأة ممكن صاحب العمل يطرده. فهو فهو أصبح يعني ليست لا يعبد المال. لكنه صار مربوط ليس له يعني ما هو حط بلان بي بلان سي يعني ما في أي خطط بديلة. نعم. ما في أي معرفة أضيفة لقائمته أو يعني لقاموسه. ما في أي خبرة اكتسبها. هنا أصبح في الأخير يعني ممكن في أي لحظة يفقد وظيفته. لذلك هو متمسك قدر الإمكان بوظيفته وهذا هو الخطأ. نعم نعم جميل. دكتور إذا اتجهنا باتجاه موضوع شفنا كثيرا عند الشباب. أنا بدي كون مؤسس. أنا ما بدي كون موظف. أنا بدي كون هذا الشخص اللي يثبت نفسه. اللي بيلبي الساعة بدري إيش بيركم بسيارة. أنا بدي كون هذا الزلم اللي بيحكوا عنه كثير دائما يظهر بالسوشال ميديا. هي الحالة اللي عبي تكون موجودة عند كثير من الشباب. تفسيركم إليها ونصيحتكم. والله هي مشكلتها من اتباع يعني موضة السوشال ميديا. يعني مباشرة. أي شاب بيطلع على مثلا نماذج معينة بتطلع وتتفاخر بما تملك. وممكن يكون هذا فعلا رائد أعمال وممكن يكون يعني ربح المال هذا بطريقة أو بأخرى ورثة المال هذا. لكن لنا بحالة الشاب النفسية مثل ما تفضلت. متى يكون الواحد يعني مستقل مستقل نفسيا حتى يستطيع يستقل ماليا. نعم. يعني متى استطاع الشاب أن يكون مستقل نفسيا يستطيع أن يصبح مستقل ماليا. في الأخير ممكن يعني طريقة الاستنساخ أو طريقة التقليد في الأخير طريقة فاشلة. رائد الأعمال لا بد أن يبتكر شيء جديد ولن يستطيع أن يبتكر شيء جديد إلا من خلال خبرة من خلال تدرج في رقم واحد في الوظيفة في المعرفة. لذلك المؤسس المؤسس وفي الأخير مش تؤسس يعني شركة وخالصين. لا. هل أنت مثلا واحد صاحب تجربة في أو صاحب خبرة في البرمجة. أحسن مبرمج. لكن هل يمتلك خبرة إدارية؟ هل يمتلك خبرة محاسبية؟ هل يمتلك خبرة يعني تسويقية؟ هل يمتلك خبرة متابعة الأعمال؟ هل يمتلك تنظيم الوقت؟ هل يمتلك إدارة وقت؟ هل يمتلك توظيف؟ هل يمتلك علاقة تسمح له بأنه يعني يجلب الفرص. علاقات يعني في بعض مثلا دائما أمثل يعني مثال موضوع المبرمج. المبرمج هو شخص يعني علاقته نصيقه مع الحاسوب. لكن ما عنده علاقات. لذلك المؤسس لا بد أن يكون عنده ذكاء عاطفي واحد. ذكاء اجتماعي اثنين. ذكاء مالي ثلاثة. لا بد أن يكون عنده ذكاء يعني يعني مثل ما قلنا الحاسة السادسة. نعم. الذكاء هذا يستطيع من خلاله أن يطوع كله وبعد كذا يؤسس. لذلك شخصية المؤسس لا بد أن يكون لها يعني إعدادة. إذن لقب المؤسس ما هو عبارة عن لقب أنا فوز فيه مجرد أني أطلقت مشروعي خاص وانطلقت لحالي بدون النظر لهذه المهارات أو القدرات اللابد أن يمتلكها قبل أطلاق مشروعي. لا مستحيل. لذلك أنا أنصح دائما من الشباب أنه يحاول غير أن يتدرج في الوظائف ينوع في الوظائف اللي يبغي يصير مؤسس. اليوم اشتغل مبرمج بكرة اشتغل في السكرتارية بعده اشتغل مساعد محاسب ثم اشتغل مساعد إداري. اعمل أغلب الأعمال اللي تقوم عليها الشركات إذا كنت تريد أن تصبح مؤسس. خصوصا من الأعمار اليوم أكبر مشكلة تواجه الشباب أنه في الأخير يا إما بيدرس يا إما مباشرة ينطلق إلى العمل. لا إجمع بين الدراسة والعمل. إجمع بين الدراسة ومصاحبة أو يعني مرافقة من الأشخاص الناجحين أو أصحاب الخبرة أصحاب الوظائف المعينة اللي هي تستطيع من خلالها تتعلم منهم وتأخذ الخبرة منهم وتأخذ التجارب منهم. جميل جدا. اليوم شبابنا العربي عايش في بلاد الغربة وبلاد اللجوء بأسقاع الدنيا. ظروف يعني معروفة لدى الجميع. أبرز التحديات اللي بتواجه شبابنا اليوم بإطلاق مشاريعون. يعني اليوم أنا في عندي شباب الفعل عندهم أفكار وعندهم قدرات وعندهم نهي المؤهلات. لكن ما هي التحديات اللي ممكن نتواجههم في بلاد الغربة؟ والله التحديات كثيرة. أولها التعليم يعني التعليم ضعيف أو التعليم إذا موجود لا يناسب سوق العمل اللي محتم على الشاب في الغربة أنه هو يشتغل. في فجوة. في فجوة كبيرة جدا بين ما تقدموا الجامعات وبين سوق العمل اللي في الأخير هو في الأخير هو الميدان. يعني الجامعات فقط تعطيك أساسيات وتقول لك يعيش حياتك. نعم. لكن التحديات أيضا موضوع اللغة موضوع المعارف والعلاقات. يعني أنا لا أستشعر يعني الواحد إذا يبغى يكون فعلا مؤسس ويؤسس نجاح دائما أقول ابحث عن شريك مؤسس. اليوم يعني مع كثرة المشاغل وكثرة لا بد أن يكون شخص وسنشد عضو ذك بأخيك. لابد يكون معك أحد من نفس الطينة من نفس. يكون مختلف ضروري يكون مختلف مهاريا يكون يضيف لك قيمة بحيث أنك أنت تكمل بعض. يعني أنتم كمؤسسين تكملوا بعض حتى إذا أنت غبت إذا صار لك ظرف هو يستطيع أن يكمل يصير عندكم. أما يعني الشباب أحيانا يكون هو أصلا وحيد ما يبغى يكون علاقات. فجأة يبغى يصير مليونير. فجأة يبغى يصير صاحب ثروة كبيرة حتى يطلق على نفسه مؤسس. إذا ننصح الشباب باتجاه سد هذه الفجوة بين التعليم وسوق العمل خلال مهاراته ولفقة الخبراء. أحسنت مئة بالمئة المحاولة قدر يمكن الجمع بين التعليم والتدريب. بين التعليم والخبرة. يعني هذه مهمة جدا جدا. جميل. إضافة للشيء ذكرتو نهاية أن يكون هناك شريك. حسنت. يعني لا يعمل الإنسان واحده اليوم. وأهمية هذا الشيء بسوق العمل. لسالة توجهها للشباب يعني من واقع تجربتك بقطاع ريادة الأعمال والمشاريع ما شاء الله اللي أسستها. أكثر ثلاث نصائح يعني وجدت أنه كان لها أثر كبير جدا في حياتك. المهنية والعلمية. والله هاي بيلها نفس طويل يعني. رقم واحد موضوع عدم الاستعجال. للأخير الصبر. يعني الثمرات تقطف في النهاية. يعني يحتاج سقي ومداراه للزرعة وانتظار وإصرار وعزيمة. وبعد هذا من استعجل قطف الثمراء في البداية يخسر كل شيء. لذلك الصبر وعدم الاستعجال. أيضا نصيحة مهمة جدا. انتقاء الشركاء. انتقاء الشركاء وانتقاء فراق العمل. في الأخير لن تستطيع أن يد واحدة ما تصفي. واحد شريك مؤسس. الاثنين يكون عندك فعلا فريق عمل. كيف تكون فريق عمل وانت للأسف أخلاقك سيعة. مستحيل. ما احد يصبر عليك. نعم. كيف تكون فريق عمل وانت ظالم. وانت لا تعطي الحقوق. وانت يعني متعجرف وانت متكبر. يعني شغلات كثيرة جدا وانت غير ناجح. يعني ممكن نصيحة الثالثة تكون في جانب تكوين العلاقات. اليوم ما فادني في حياتي هي التكوين العلاقات. جميل. قدر الإمكان. انفتاح مع الناس ملاطفتهم. التعلم منهم. اكتساب الخبرات منهم. مساعدتهم بدون بدون مقابل. نعم. حتى متى يعني تكون صاحب مثلا خبرة معينة صاحب تجربة معينة. تجد الكثير يبحث يبحث عنك ويقدمك ويحاول قدر الإمكان. يستفيد من الخبرة. فوقتها أنت تربح والجميع يربح بإذن الله. جميل. جميل جدا. ازعكم الله كل خير. يعني اللقاء يطيب معكم دائما. ان شاء الله سنكون معكم في حلقة قادمة وتابع فيها هذا الحديث. الله يعطيكم العفيرة. الصبر واختيار الفريق وبناء الشراكة الصحيحة. وختاما بناء شبكة العلاقات هي أسرار لنجاحك في ميدان العمل. وفي ميدان أيضا التعليم. حافظوا عليها. نلقاكم ان شاء الله في حلقتين قادمة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موسيقى